طيب شفنا الجزئية دي وعرفنا هنا دلوقتي أنا كده الخطوات بتاعتي أنا اللي كاتبها بإيدي ما هيش configurable يعني أنا ما عملتش سلسلة فعليا طيب عشان أعمل السلسلة بقى محتاج أعمل إيه لازم أجي هنا كده وأقول للHR ده تمام مين النيكست بتاعك سيت نيكست مين النيكست مش احنا شفنا البيز هندلر بتاعنا فيه فانكشن اسمها أو فويد اسمها سيت نيكست تمام هي اللي بتعرفوا مين النيكست بتاعي فأنا هقول له والله يا HR انت النيكست بتاعك هو مين هو التكنيكل تمام كده خط بالك معي أنا بقول له النيكست بتاعك هو التكنيكل ولازم يخلي ديه في البداية طيب ليه في البداية المفروض الأول أنا بكون السلسلة بتاعتي فبقول للHR سيت النيكست بتاعك كذا وبعد كده ببدأ السلسلة بالHR هندل ريكوست المفروض بقى الفونكشن هندل ريكوست دي أعدلها دلوقتي بحيث هي اللي تعمل عملية إرسال الجوب أبليكيشن للنيكست هندلر هي اللي تبعته للنيكست هندلر بدل ما نكتبها هنا طيب فهاجي هنا كده على الHR أبدأ أزبط المسود بتاعتي هقول له والله إف مش أنا عندي دلوقتي النيكست هندلر في البيس كلاس أهو تمام تعال نبص تاني كده على البيس كلاس أو مرة تانية أنا في عندي فاريابل اسمه نيكست هندلر والفونكشن اللي اسمها سيت نيكست دي بتستقبل مني البيس هندلر أو الهندلر أبجيكت اللي انت بعته وتخزنه هنا في النيكست هندلر ده تمام كده طيب يبقى أنا هاجي أقول له لو النيكست هندلر ده نط نال لو ما كانش فاضي خلاص هتعمل إيه مرر الريكوست شوف لي النيكست هندلر dot handle الريكوست خليه للنيكست اللي بعدي يهندل الريكوست تمام كده أهو طيب الريكوست نفسه اللي هو مين اللي هو الكلاز بتاعي اللي هو نسخة من el job application اللي هو معي هنا باسم ريكوست تمام يبقى اللي حصل دلوقتي إيه اللي حصل دلوقتي إن أنا قلت له والله لو النكست بتاعي مش فاضي ابعت له خليه يعمل هندل للريكوست أنا مش عارف مين النكست دلوقتي خد بالك أنا معرفش مين اللي بعدية أنا معرفش أنا هنا و أنا في الـ HR مش عارف مين اللي بعدية أنت اللي هتعملها من بره من البرنامج بتاعك أو من الكلينت من بره تمام كده ودي هنا عملية الديكابلنج هي إن اللوجيك بتاعي هنا أنا مسؤول فقط إن أنا هندل للريكوست بتاعك وبصيل اللي بعدي بس مين بقى اللي بعدي أنا معرفش دي مش بتاعتي دي أنت اللي تعملها تمام أنا كقلاس HR معرفش مين اللي بعدي ممتاز جدا طيب لو اللي بعدي ده كان نل معناها أنه هو آخر واحد في السلسلة أنا مش عارف هل في بعدي ولا لأ ولو في بعدي طيب اللي بعدي ده هل في بعدي ولا لأ فأنا لازم أحمي نفسي فأنا بقول هنا لو كان في بعدي أحد يعني لو النكست هندلر بتاعي لا يساوي نل ما كان شو فاضي خليه هندل الريكوست طيب لو كان نل else هتعمل إيه في حالة ال else تمام المفروض في حالة ال else تقول لي هعمل إيه يعني لو خلاص أنا كده وصرت لآخر السلسلة وما فيش بعدية حاجة هعمل إيه تمام شوف هنا المفروض اللوجيك بتاعك أو الجزء اللي أنت عايز تنفزه هيكون عبارة عن إيه فممكن والله بكل بساطة هنا أجي أقول له خلاص أنت دلوقتي بقى ما تكتبش حاجة أو ما تعملش حاجة خلاص هتوقف على كده تمام طيب خلينا نجرب على الوضع ده ونروح نعد للتكنيكال هندلر نفس الكلام هاخد نفس الكود ده دلوقتي أهو كوبي بالشكل ده وهاجي أكمل بيه هنا ونجرب مرة تانية طيب ما تنساش معي إن أنا دلوقتي اللي تشين بتاعتي كونتها فين كونتها هنا في الكلينت خلاص أنا دلوقتي قلت للكلينت بتاعي أنت مين الـ HR هندلر ده مين النكس تبتاعه آهي في السطر ده عشان كده حطتها في البداية عشان بعديها لما نادع الهندل يكون الهندل هنا دلوقتي عارفة مين النيكست أو هي اللي جواها الكود اللي بيقوله والله لو فيه نكست خليه هندل الريكوست تمام كده طيب تعال نشوف مع بعض ونشوف النتيجة خد بالك إن المفروض لما هيوصل عند آخر واحد هيلاقي إن النيكست بتاعه نال تمام فعلا كتاب له الـ HR كومنت في البداية وبعديها الـ HR رح عمله مرره أو بصاء للتكنيكال تمام للهندل الثاني طيب الهندل الثاني خلاص مفيش بعديه حاجة فمعملش حاجة ما كتبش أي كومنت تمام كده ممتاز ممكن نحن نيجي نقوله هنا كده والله الهندل بتاعك لو ملقيتش أي هندل مثلا نخليه يكتب كومنت معين عشان نشوف دلوقتي هو مين الهندل الأخير اللي وصله فهاجي هنا كده مثلا هقوله end وليكن مثلا أو نقول مثلا ان ده end by l-HR هندلر يبقى لو هو وصل لله وما فيش حاجة بعده هيكتب لي السطر ده تمام طيب لو وصل للتكنيكل خلينا نقول هنا لو وصل للتكنيكل وملقاش أي حاجة بعده هيكتب لي السطر ده ان هو انتهى عند التكنيكل تعال كده نجرب مرة تانية المفروض الأول الهر يشتغل اهو بعد كده بعثوا للتكنيكل اهو لان الهر كان فيه نيكست شاي للنكست بتاعه اللي هو التكنيكل انما التكنيكل خلي بالك ما فيش بعديه نيكست فوقف قالك انه هو عند مين عند التكنيكل هندلر خلاص ووقف عند التكنيكل هندلر خلاص ما عملش حاجة تاني تمام طيب حتى الان انا كده كونت الليتشين بتاعتي او كونت السلسلة بتاعتي هنا في الكلاينت دي بقى اللي انا بقدر اتحكم بها وهي دي الميزة ان انت دلوقتي لو جيت زودت هندلر جديد ايه اللي هيحصل هتعمل كلاس زي ده بيورس من البيز كلاس او من البيز هندلر بتاع تمام وهتيجي هنا هتكون اللوجيك هتشوف مين بيشاور على مين ده كل اللي انت هتعمله يبقى انا كل اللي انا عملته ان انا هزود هنا سطر جديد ده تعديل الكود الوحيد اللي هعمله تمام انما الكلاسز دي الهندلر الاساسية دي مش غير فيها حاجة ليه لان هنا انت بتقوله شوف مين اللي بعدك وخليه هندل للريكوست ولو ما فيش بعدك خلاص اتصرف بالشكل الفلاني تمام فهو الكود ده كده خلاص انت كتبته مرة فلو جيت تعمل هندلر جديد مش هتحتاج تعدل هنا اكواد كل اللي انت هتعمله انك تروح تزبط اللي تشين بتاعتك او تزبط السلسلة بتاعتك طيب لو انا عايز ابدأ السلسلة بتاعتي بالتكنيكل بسيطة جدا هاجي هنا اقوله والله التكنيكل خليه للنيكست بتاعه هو الهر وهاجي هنا بدل ما انا بنده في البداية على الهر هنده على التكنيكل تمام تعالا نجرب كده مع بعض ونشوف ايه اللي هيحصل مفروض السلسلة بتاعتي دلوقتي بتبتدي منين بالتكنيكل فلاقي الكممنت بتاع التكنيكل الاول بالفعل قدي التكنيكل الكممنت في الاول وبعدين الهر وبعدين انتهى عند الهر لان ما فيش بعدين حاجتين تمام ده كده السيناريو الاول او يمكن السيناريو او الطريقة الاولى اللي الممكن اللي تشين اف رسبنسابيليتي يتشتغل بيها اللي هو وببعث الريكوست للي بعدي تمام يعني انا باخد الريكوست لازم هعمل فيه حاجة وبعدين هبعته للي بعدي طيب كان فيه سيناريوهات اخرى اتكلمنا عنها في المحاضرات اللي فاتت تعال نشوف مع بعض ازاي نعمل سيناريو اخر الا وهو لو انا دلوقتي عايز اتأكد الاول ان انا اقدر عالج الريكوست ولو ما قدرتش عالجه ابعثه للي بعدي تمام ولو قدرت عالجه خلاص هوقف عندي وهتنتهي السلسلة هنطبق الكلام ده ازاي هنعدل الكود بتاعنا في ايه عشان نطبق اللوجيك ده تعالوا نشوف مع بعض